معلمون بدون رواتب ومدارس خارج الخدمة خلاصة الوضع التعليمي في اليمن وتبدو المأساة أكثر وضوحاً مع احتفاء العالم بيوم المعلم الدولي الذي يصادف الخامس من أكتوبر والتعليم اليمني أنهكه الحرب وخذلته السياسة ما يجعل التعليم مقرد خبر على هامش المجاعة البداية كانت من انقلاب ميليشيا المخلوع صالح والحوثي والنهاية كانت من تخاذل التحالف وعجز الشرعية وكان التعليم من أبرز الضحايا حيث دمرت مئات المدارس وأضحت بحضها ثكنات عسكرية ومأوى للنازحين فيما حولت الميليشيا طلاب المدارس إلى قتلة أو مقتولين والمدارس إلى مقابر جماعية مواجهة اليمنيين ضد الحوثي فرضت على بعض المعلمين الانخراط في صفوف المقاومة ذهب بعضهم شهداء وآخرون جرحا وفي الوقت الذي التحق فيه معلمون بالجيش الوطني تفرجت الحكومة على المتبقين منهم في جبهة التعليم بدون رواتب عدم صرف رواتب المعلمين ثم صرفها بشكل متقطع أدى إلى توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية وهو ما جعل من المدارس الأهلية بديلا إجباريا لبعض المواطنين فيما حربت طلبة النازحون من التعليم بسبب النزوح تقرير اليونسيف يشير إلى وجود مليوني طفل خارج المدارس وأكثر من خمسمائة طفل في عداد النازحين وساهم في تدهور التعليم عجز الحكومة عن تمويله والأسر عن تلبية متطلباته بينما ظلت التمويلات الدولية تمر بعيدا عن التعليم وطلابه ومعلميه لكن الأمر الأخطر تنامي ثقافة العنف بين الطلاب ومحاولة ميليشيا الحوثي تغيير مناهج التعليم ما ينذر بتعليم منشطر إداريا ومنقسم الهوية